مرحباً بخير، كيف تستطيع أن أساعدك؟ لا أعرف ماذا أجاوبه، أنني لا أعرف التعابير الطبية في اللغة الإسبانية، ماذا أفعل؟ ساعدني، أنا أتيت حديثاً لإسبانيا، ولا أعرف تكلم اللغة الإسبانية بطلاقة؟ لا تقلق، أنا لدي الحال، شاهد هذا الدرس بالكامل، لأننا في هذا الدرس سوف نتعلم التعابير الطبية الكاملة في اللغة الإسبانية هل أنت مستعد؟ لنبدأ أول كلمة هي لشيء نستعمله كثيراً هذه الأيام، ماذا هو؟ كيف نقول الكناع الزامي؟ تدخل إلى مكان ويقولون لك الكناع الزامي سهلة، ميبين أحسنتم لباكونا تعني الليقاح لباكونا لباكونا سهلة، لباكونا لباكونا أعطوني الليقاح دون البروس كوبيد ميبوسييرون لباكونا كنترى البروس دل كوبيد ميبوسييرون لباكونا كنترى البروس دل كوبيد سهلة ميبين أحسنتم إنيكسيون وتعني حقنا إنيكسيون 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 ميديكو تعني طبيب ميديكو ميديكا إذا كانت طبيبة ميديكو للمذكر ميديكا للمؤنث إنفرميرو تعني الممرد إنفرميرا تعني ممردة إنفرميرو ممرد إنفرميرا ممردة إنفرميداد تعني مرض إنفرميداد كاريرو من بادي إنفرميداد مرض يسألك الطبيب تيانسي ألقونا إنفرميداد هل لديك أي مرض تيانسي ألقونا إنفرميداد تيانسي ألقونا إنفرميداد كاريرو من بادي هل لديك أي مرض؟ تقول له ليس لدي أي مرض كارير من بعد سهلة كارير من بعد مرة أخيرة ليس لدي أي مرض موي بينا حسن توم يسألو كالطبيب هل لديك مشاكل في التنفز هل لديك مشاكل في التنفز تجاوي بوه أنت لا pero respiro mal por la noche لا لكني أتنفز بشكل سيء في الليل سهلة موي بينا حسن توم دولور تعني علم دولور الدولور علم دولور علم كيف نقول لديي علم في الارس تنго دولور د максимة تنго دولور دي كبزة كارير من بعد تنго دولور دي كبزة تنго دولور دي كبزة لديي علم في الرأس dissipation كيف أقول لديي علم في الحلق كيف أقول لديي وجعون في الصدر؟ كيف أقول لديي وجعون في الصدر؟ كيف أقول لديي وجعون في الصدر؟ لديي وجعون في الصدر؟ لديي وجعون في الصدر؟ يقول لك الطبيب لن نقوم بعملية جراحية من أجلك كيف أقول لديي وجعون في الصدر؟ 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 أنت حامل؟ مبروك تلاحظون هنا أن مع كلمة نستعمل فعل ولا نستعمل فعل لماذا؟ أنتم سوف تقولون لي لماذا في قسم التعليقات لماذا استعمل مع فعل وليس فعل مرة أخيرة تنجو أنا بوينة نوتيسيا مويبين أحسنتم وتعني تحليل الدم كاريرون انباد يقول لك التباب سأطلب لك تحليل الدم أو يمكن أن يقول لك سأطلب لك تحليل الدم نفس الشيء لنقرر فأيضا سأطلب لك تحليل الدم سهلت مويبين أحسنتم ديارية تعني إسهال ديارية كاريرون انبادية ديارية ديارية سهلت مرة أخيرة ديارية مويبين أحسنتم تومور تعني ورام تومور تومور يقول لك التبابيب understands بيبيش سأطلب لك yo جسال اليو إذا كاريرون انبادية سأطلب لك سأطلب لك سأطلب لك ليحgovern سأطلب لك سأطلب لك سأطلب لك أما السؤال أحسنتم الله أنبارcede سأطلب لك سأطلب لك سأطلب لك سأطلب لك لدياريه سأصيف لك دور hombre؟ سأزح أنت سأزح السح يقول لك الطبيب أنت في صحة جيدة يقول لك مرة أخيرة ميبين أحسنتم تريد أن تسأل الطبيب أخير مرحباً حل هو صحي تنهو الكسير من السمك أخير مرحباً أخير مرحباً أخير مرحباً يقول لك أخير مرحباً أخير مرحباً لفظ الكلمات بسرعة يساعدكم على فهم الإسباني عندما يتحدثون باللغة الإسبانية واضح، موي بيان أحسنتم المناعة تعني إنمونيداد كاريرو من بادي المناعة كاريرو من بادي سهلة موي بيان أحسنتم كاريرو من بادي كيف نقول لديك عضلات كبيرة؟ لتتمكنوا من لفظ هذه الكلمات المهمة جداً في اللغة الإسبانية أيضاً أريد منكم أي شراك في هذه الكناة وضغط على زر العجب وضغط على زر الجرس أما لا نقول لكم حسناً 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر